في العقبة تفقد أمين عامي وزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا الدكتور وإلى الهياجن اليوم الإجراءات الصحية المتبعة للتعامل مع الجائحة يأتي ذلك متابعة لتسجيل مئات الإصابات بفيروس كورونا بين العاملين في أحد مصانع العقبة حيث أكد الهياجن حرص الحكومة على تعزيز قدرات الجهاز الصحي لمواجهة وباء كورونا وتعامل مع أعداد الإصابات المرتفعة في مختلف المحافظات مشددا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع القدرات السريرية لمستشفيات العقبة وإسنادها للتعامل مع الجائحة من الزيارة بنطلع على القدرات السريرية لمستشفيات العقبة في التعامل مع مرض كورونا ونشوف شو ممكن نساعد في هذه القضية خاصة للمحافظة بعيدة عن المركز وبالمجمل أيضا سنطلع على الإجراءات التي اتخذت بخضية المصنع من العمال غير الأردنيين الذين أصيبوا كما تعلمون في اليومين أو الثلاثة السابقة بمرض كورونا إن شاء الله بنهاية الزيارة نطلع ببعض التوصيات لمعالي الوزير بنكون قدمنا شكرنا لأهلنا في العقبة على جهد اللي بعملوه ونقدر أيضا نطلع بتوصيات كيف ممكن نقدم بشكل معين نزيد من كفاءة الجهاز الصحي في محافظة العقبة للتعامل مع مرض كورونا وغيره من الأمراض